اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام العامل المرن لسنة 2024 ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل والمساهمة في الحد من معدل البطالة وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل واقر مجلس الوزراء نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص كما اقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل لتمكنها من القيام بمهامها وتغيير مسميات بعض الوحدات التنظيمية وقر مجلس الوزراء ايضا نظاما معدلا لنظام ترخيص السواقين ونظام ترخيص مراكز تدريب السواقة وقرر مجلس الوزراء ايضا اعفاء مالكي المهن السياحية من غرمات تزديد الترخيص المستحقة عليهم عن العام الجاري ولغاية تاريخ الثلاثين من حزيران الفين واربعة وعشرين لغايات تصويب اوضاعهم رأت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اعمال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول منهجيات ادارة حالة الاطفال العاملين والمتسولين وواقع هذه الظاهرة وتحديات الحد منها والتي تأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي لحد من عمالة الاطفال واكدت بني مصطفى على ان النظام الجديد لحماية الاحداث يركز بصورة شمولية على جميع الاحداث المحتاجين للرعاية والحماية وبصورة خاصة على الحدث العامل والحدث المتسول منوهة الى ان منهجية ادارة الحالة تأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالطفل وكيفية ادماجه واعادته الى المدرسة هي غايف الاهمية لانها بتتكلم عن منهجيات ادارة الحالة والتعامل بصورة فردية مع الحالات المتعددة والمختلفة للاطفال العاملين والاطفال المتسولين وكل الفئتين هم من الفئات المحددة بحسب قانون الاحداث بانها بحاجة للحماية والرعاية هذا بيجي ايضا انسجاما مع اصدار مجلس الوزراء مؤخرا وبتنسيب وتقديم من وزارة التنمية الاجتماعية وبتعاون مع كافة الشركاء لنظام جديد لحماية الاحداث اليوم عم منركز على قضية مهمة انه كيف على ارض الواقع نطبق هاي الاجراءات والتعليمات والاطار الوطني ومنهجية ادارة الحالة عمل الاطفال بالنسبة لنا مرفوض بس كمان لازم نلاقي الحلول بشكل مؤسسي يصير في تحويل بين المؤسسات الوطنية لي اما الي عادة الاطفال الى التعليم او انه نضمن انه هؤلاء الاطفال مش عم بيشتغلوا بالاعمال الخطرة افتتح مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة فعليات مشروع الشراكة للتنمية الموجه للتدريب المهني وهجرة العمل خلال ورشة عمل مشترك شارك فيها ممثلون عن الغرفة الحرفية الالمانية ومعهد التدريب الالماني ويهدف المشروع الممول من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية الى ايجاد فرص تدريب تضمن التشغيل للشباب حيث يخضع المتدرب لبرامج تحضيرية تتضمن تعليم المتدرب اللغة الالمانية ومجموعة من المهارات الفنية التي تؤهله للعمل في المانيا ورشة اليوم هي امتداد الاتفاقية اللي وقعتها حكومة المملكة الاردنية حاشمية مع حكومة الالمانية بخصوص تزويد عمالة اردنية ماهرة للقطاع الصناعي في المانيا فاجدت هذه الورشة عبارة عن تضع الخطة الزمنية والخطة التنفيذية لتطبيق هذا المشروع خلال الثلاثنوات القادمة مع غرف الصناعة وغرف التجارة واتحاد العمال الالماني بالتعاون مع الجيازي للوكالة الالمانية اقام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع لجنة المرأة في المجلس ملتقا لتعزيز ومشاركة المرأة ذات الاعاقة اقتصاديا في القطاع الخاص ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف توسيع نطاق مشاركة المرأة ذات الاعاقة في المجال الاقتصادي وبالاخص في القطاع الخاص واكد امين عام المجلس الدكتور مهند العزة بان المجلس يسعى لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة في جميع المجالات هدفنا من مثل هذه النشاطات بان تكون تفاعلية بان تكون مباشرة بسيطة بعيدة عن الاطر الجامد في الحوار والمستهدف منها عادة هم مؤسسات القطاع الخاص مؤسسات الحكومية بصفة خاصة اقسام ودوائر الموارد البشرية في هذه المؤسسات لانها هي اول من يحتك به المتقدم للوظيفة وايضا تستمر علاقته معها فكل الهدف هو تبادل المعرفة وتقديم الدعم المعرفي والفني لجهات التشغيل لكي تكون دامجة ومستوعبة لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وبصفة خاصة النساء وننتقل الان الى عالم المال والاعمال ومن بورصة عمان حيث بلغ حجم التداول الاجمالي حوالي 5 ملايين دينار وعدد الاسهم المتداولة 6 ملايين سهم نفذت من خلال 2158 عقدا وعن مستويات الاسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم لاغلاق هذا اليوم لاصل الى 2398 نقطة بانخفاض نسبته 25% وبمقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 90 شركة مع اغلاقاتها السابقة فقد اظهرت 22 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها و 44 شركة اظهرت انخفاضا في اسعار اسهمها ومن سوق المال والاعمال ننتقل الى المعدن الاصفر حيث استقرت اسعار الذهب عالميا عند 2322 دولارا للانصة وفيما يلي اسعار الذهب بالدنار الاردني كما هي متداولة في السوق المحلي عيار 24 بلغ 54 دينار و 70 قرشا اما عيار 21 فقد بلغ 47 دينار و 20 قرشا واخيرا عيار 18 بلغ 42 دينار و 20 قرشا الى هنا وصلنا الى نهاية النشر الاقتصادية وعودة الى نورة لمتابعة ما تبقى من اخبار اشتركوا في القناة